موسيقى السلام عليكم أنا سارة جزائرية وساكنة حاليا في أمريكا درت هذه القناة لأنه عندي ابني ابني عنده توحد درجة ثالثة ووسويس قهري وتأخر 75% والنهار يعني للطبيبة قلت لي هاكك انصدمت لأنه أنا ولدي من اللي كان عندها عام ونص وأنا نشوفها بلي راه يتغير كان يدير حوايج وبطل يديرهم بسح كامل سقصيتهم لفهم يتعراج لي لفهم ينتاوعي على لاش يعني ولدي راه يتأخر كي شغول السوال كان يهدر وبده ما يهدر شو بده يقلل يقلل هاد راح تستبكيش كمبلاتمون كان يلعب مع الأطفال برا ولا ما يلعبش ولا ما يلعبش حتى بحوايجه اللي جوين تاعه الألعب تاعه اللي في الدار البالون الكورة هي أبسط حاجة بش يرميها بيده ولا برجله ما يعرفش حتى وصل لدرجة أنه غيبكي ولا يشرب الحليب فالقرعة الحليب بتاع البيبيات حتى الماكلة كطحة الماكلة الخضرة اللي كان يأكلها وكل شي يعني ولا حبس حبس كمبلاتمون ولا كي شغل عادة بيبي عاد كي يزاد عندها نهار غيبكي ولا يشرب الحليب إنساني إنسى أبوه إنسى الناس كامل يعني تبلع كمبلاتمون ودرت هاد القانات سبيسيالمون باش نوعي الأمهات والآباء باش يعني يزربوا ويجروا على أولادهم بكري يكون عندهم ما بين عام ونص عامي نرمع ميبانو ورح نشرح بالتفصيل كل مرة ندير فيديو تفصيلي كيفاش تعرف ولدك أو بنتك بللي عنده هتا واحد أو وسوس قهري بإذن الله ونشرح لكم بالتفصيل يعني كل مرة ندلكم حاجة المهم أنه لي بقى تفخاطر يمليح أنه كين بعض الناس قصيتهم وكذبوا عليا ما نش عارف حش مانين بولادهم ما نش فاهم أنا كيفاش خايفين ما فهمش للآن ما زال ما فهمش علاش عندهم ولاد وبنات كان عندهم توحد يعني وتحسنو كيدو كراهم كبار شوية بسحرهم عارفين الموضوع بسح يقولو لا ما على بالناش واحد يقول لي ما على باليش واحد يقول لي ما عمري وسمعت به واحد يقول لي لا ما كاش منها ولا يقولو لك قاعلك تترك اللي يقول لك إيه لا دوك ببحده يتعدل يخليه وحده ببحده يقول لي عاودي يهدر وعاودي يقول لي يتعلم يلعب ويتعلم يدير حواجه وحده ويفهم وحده وحده يطح عليه الوحي ويقول لي كما أي طفل عادي يعني يزيد ويبلعو كونا علانيتي يعني منك هذا الولد اللول ما عندش خبرة يعني في البص الزوجة كبيرة وما عندش يعني إكسبرينز مع الأطفال اللي عندهم توحد أو ثواث قهري ما كاش عندي أي معلومة على الموضوع من عامو نصونا هاك كي كركرو في العرب قاعد لي سقصيتهم هنا في مريكان ولا في في الزاير وكاين بعض العرب هاكو هاكو هاكي ما العراقيين سوريين مغاربة كاين بزاف هاكو هاكو كا عندهم هدرها وحده كامل حشمانين وخايفين يهدروا على الموضوع تاتا وحا تقول وحش راح غادي يقتلهم ولا يأكلهم ولا حشمانين بولادهم يقولك ولدي ولا بنتي مريد هذه حاجة تعربي على كاين أب أو أم يبغي ولدها أو بنتها يكون مريد لا ونجاتني صاحبة بالبزاف كنت كل يوم نبكي صباح وحتى الليل يعني ينتفخوا للآن ما زالهم العرق حمر فيهم يعني الدموع نشفولي كما قال واحد من العين بصح الليل غالب قلت لازم كما أنا فتعلي هاد التجربة القاسية للآن كيراني نهدر قلب نحس بيها رح يتقطع ما قدرش والله العدم يعني ما نشفاهم علش العرب عندهم هاد العقدة النفسية باش يهدروا على المرض بغاته وحد بغى حاجة وحد أخرى ما يعني كان بزاف أمراض يعني هاد حاجة تعربي سبحانه المهم أنا واش صرالي كيفاش عرفت بلي ولدي عنده تواحد الله يخلف على وحد الأجنبية كنت في محل ومعايا ولدي مع راجلي وشافت بلي ولدي راي يدير حت تصرفات مشي نيشان غي يجري ما يجري حتى كما الأطفال العاديين يجري في خط مستقيم غي يمشي ويولي في خط مستقيم وعادي يبقى يدور على روحة الدخ جه في راسه ويطيح وما يهضر شو هو كبير رفاية العمين ونص ووال وما كاش كاله هدرا كي تعيط لها باسمه ما يدور ما يشوش فيك ما هكا يدور كاش غلت حسبها ما يتحسب هطرش ولا تحسب هرا عندها مشكل في ودني في السمع يعني ما يسمعش هو عادي يسمع وقا هو يدير هاك كال ايا هديك المرة القاورية في الحق المريكانية كي جمعت قدام هكا وجبت ولدي مديت لها قطوات هكا في دي كان ياكل هي سقصات شحل عندها من عام قلت لها راها راها دروك راها عامين تقريبا هدك الوقت يعني دروك را عندها فيت عامين ونص هدك الوقت اللي عرفت باللي عندها تواحد هي المرة اللولة اللي قاتلي جريع لولدك جمعت قدامها سقصات هي قاتلي راي هدر خطر هدرت معها قاتلها كل شي هكا بالانجليزية ما ردت عليها ما شفش فيها أصلا وما ردت عليها حتى حرفية قلت لها باللي كان هده حش كلمة سوريد وراه يبلي دروح التصرفات يعني مشي نيش يا هي بقى تقول لي قاتلي يدور على روح هي تمشي ويجي قاتلي ما يأكل شو الماكلة قاتلي يسدف الصوالح ليجو ويسدف هم بزاف يعني حالات دوك نهضر عليهم بالتفصيل يعني العلامات كيفاش تعرف ولدك بلي عندها تواحد بالتفصيل في فيديو خاص ليهم الخطر كان بزاف علامات كل واحد كل طفل عندها علامات خاصة يعني بالصح يشترك في هاد العلامات اي قلت لها واه قاتلي والذكرة عندها تواحد لازم تدرك تمشي عند الطبيب النفساني وتجري به الله يكتر خيرها وإن شاء الله يعني برب إن شاء الله رح نشرح لكم كامل بالتفصيل السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر اشترك